نظم ملتقى النهضة العربية الثقافية جلسة حوارية في عمان حول الخطاب الموجهي ودور الإعلام والثقافة في اعتداله وشارك في الجلسة الدكتورة باسم السمعان المديرة الإقليمية لفضائية نورسات الأردن وعدد من الشخصيات الأكاديمية والسياسية والإعلامية وقال رئيس الملتقى باسل التراونة أن اللقاء يهدف إلى تصليط الضوء على الخطاب الموجهي لما له من أهمية استراتيجية باعتباره من أبرز أجندات التغيير السياسي والاجتماعي والثقافي وتناولت الدكتورة السمعان أزمة المرأة في المجتمع وحضورها المهمش في كثير من المناسبات وكفاحها المستمر لأجل الوصول إلى مواقع القيادية كما تناولت تقصير الإعلام المحلي في تقطية الأنشطة الدينية والاجتماعية للكنائس الأردنية وما تقدمه من مساعدات للمجتمعات المحلية في المملكة وفي ختام اللقاء دعا المشاركون إلى التنوع في الخطاب الإعلامي لأن في ذلك إثراء للمشهد الوطني وتعزيزا لعناصر قوته مشيرين إلى أهمية توفير المعلومات للمؤسسات الإعلامية حتى يستطيع الإعلام أن يقوم بدوره ولا يضطر المواطن للبحث عن قضاياه المحلية في أجهزة الإعلام الخارجية وهو ما سيعيد ثقة الرأي العام بما ينشر عبر وسائل الإعلام المحلية المرأة اللي وصلت يعني وصلت بجدارة ووصلت بعد ما نحتت الصخر تتوصل بمراكز يعني الوصول المرأة لأي مركز سياسي اجتماعي إعلامي لازم يكون بمجهود كبير لأنه نظرة لسه المجتمع للمرأة وعملها في المجتمعات لسه نظرة دونية وإنها هي منزلة تانية خبرتي هلا أنا بحكيها كمرأة خبرتي بالإعلام أنا إعلام ديني بالبداية كنور سات بنقول الخبر المسيحي الديني الإنساني بعيدا عن السياسة منذ خمس سنوات عملت موقع إخباري اسمه جوردن وورد اللي هو كلمة الأردن رسالة وطن ليش عملت هذا الموقع مش عشان أزيد رقم على المواقع الألكترونية الموجودة على الساحة مع احترامي لإلها للجميع لكن لأنه وجدت أنه الخبر المسيحي بأي نشاط مسيحي عم بيصير بها البلد من حيث كان انتاجية أو تعليمي أو ثقافي أو إنساني أو بمحيث مساعدات الإنسانية الطبية للمعونات الإنسانية ما عم بيلاقي هذا الخبر وجود على الساحة الإعلامي المحلي لأنه مش مقروء وما بيجيب مشاهدات ما بيجيب قراءات فأولت أنا موقع كلمة الأردن بدي أخط أحط فيه حسب رسالة عمان حسب مفاهيمنا بموضوع المواطنة موضوع الوئامي الديني نحن بالأردن ما عم بلاقي هذا الموضوع عم يترجم في مواقعنا الإخبارية ما بلاقي مثلا أنه جمعيات كنسية إجت على الأردن وأعطت مساعدات للسوريين ما بلاقي للعراقيين ما بلاقي خبر أنه الفاتيكان تدخل في إنشاء مستشفى في مثلا الجنوب ما بلاقي هذا الخبر وإذا نحط نحط بمعنى أنه الوزير اللي فلان يفتتح هذا المستشفى أو يفتتح هاي الجمعية أو إنه هو باشر في المعونات لازم يكون في شخصية رسمية بالبلد تكون هي موجودة علشان أحط هذا الخبر ويصير خبر رسمي اشتركوا في القناة